أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة في الحقيقة كان في حدث مهم جدا جدا تبعناه كلنا النهاردة الصبح. وكان حدث من خلال احتفالية لزوء الهمم وأصحاب القدرات الخاصة. بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. والحفلة دي في نسختها التالتة بالمناسبة. وبيتخلى لها عدد من الفقرات. أهم فقرة بنشوفها ونتبعها ونحبها جدا جدا. وهي فقرة اسأل مع الرئيس. والفقرة دي مهمة لأسباب كتير. أولا بتشيل الحواجز ما بين مثلا اللي بيسأل أو ما بين أي حد بيتواصل مع الرئيس الجمهورية. ودي حاجة فريدة من نوحة. احنا مكناش متعودين عليها قوي هنا في مصر زمان. زمان قوي يعني. لكن في نفس الوقت انت بتتواصل عندك جرأة في السؤال. ما فيش أي حواجز والملاحظ. وإحنا بنتفرج إن دايما ما فيش حاجة مرتبة. ودي الميزة. يعني الأسئلة بتتقال بشكل تلقائي. كل واحد بيقول النفسه فيه. والجميل إن الرئيس. فقامة الرئيس عفتاح سيسي بيحقق. بقدر المستطاع. كل اللي بيتطلب منه في الحقيقة. من الشباب الجميل. أصحاب الهمم وزوي الكدرات الخاصة في الحقيقة. فده أمر مهم جدا. كمان الأمر الأهم هو جابر الخواطر. اللي دايما منشوفه من خلال فقامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ودي أمور غاية في الأهمية. فالكلام بحرية والطلب بحرية أمر جميل جدا. خلينا تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع. عشان عندنا كمان خبر مهم جدا. أنا عايزين نقول. بصراحة عندي ونية ونية كبيرة كمان. إيه بقى؟ أنا بصراحة أنا سباح ونفسي يعني ألعب سباحة في النادي الأهل. طب ما لازم لازم النادي الأهل ياخذك دلوقتي يا حب. دلوقتي وإحنا عادين كده. خلاص أنت هتطلع من هنا على الميو على طول. لا وأحمد ما شاء الله كمان يعني مثقف وبيقر كويس. وعنده معلومات هيلة كمان. ومستمع جيد لكل محطات الإزاعة. مش كده؟ مصبوط. أه. وبتحب الجنباري والأه. لا خلي الموطوع تابعتين بقى. يعني النادي الأهل تليل لوقتي كله فرحان أنك أنت تبقى وضو من أعضاء. طبعا. أيها طبعا. أعصانا سباح وبطلكم هده برطة حضرتك. أيها صحيح. طبعا. طبعا. كابت المحمود الخطيب بعت أبروف ده على طول دلوقتي. بالتأكيد النادي الأهلي يفخر بوجوده داخل عائلة النادي الأهلي. وهذا أمر جميل جدا. أولا شاب اسمه أحمد طارق. بطل في السباحة وممثل كوميدي. وكمان بيلعب ألعب قوة في حاجة جميلة جدا. وشاب يفرح ودمه خفيف وزي العسل. اللقطة حلوة. الحديث المباشر بدون أي مخاوف. بدون أي مثلا اعتبارات. عشان أقوله المصطلح الصحيح. مع رئيس الجمهورية. والرد بشكل جميل جدا من سيادة رئيس الجمهورية. والرد تلقائيه بشكل سريع. وتحقيق أحلام هذا الشاب الجميل. وكمان كابتن محمود الخطيب بيرد خلال ثواني معدودة. بأنه موافق وما فيش أي مشكلة طبعا. تبقى لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبالتالي استجابة لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يستقبل الكابتن محمود الخطيب غدا في الوحيدة ظهرا. بالتحديد بمقر النادي الأهلي. السباح أحمد طارق. وسيتم قيده في فريق السباحة حسب الفئة العمرية. وذلك في إطار دعم النادي الأهلي للرديد الأبطال من زويل همم. وتنفيذ سياسة الدولة في دعم هؤلاء الأبطال. وإحنا عارفين دايما أن النادي الأهلي كمؤسسة كبيرة وعريقة. هي جزء لا يتجزأ من الدولة. وهو بيساهم مع الدولة في كل الخطط التي تتعلق بالتنمية. وكل الخطط التي تتعلق بالأساس وبالهدف الأهم. وهو التقدم والتطور في كل المجالات. وعلى كل الأصعادة داخل جمهورية مصر العربية في الحقيقة. فدي لفتة طيبة ومهمة جدا. وحاجة أكثر من رائعة. وخبر كان لازم نبتدي به حلقة اليوم. وأحمد طارق إن شاء الله بإذن الله يجيب بطولات كمان للنادي الأهلي. أهلاوي جامد جدا. نفسه بقى موجود في النادي الأهلي. خلاص بقى موجود في النادي الأهلي. وبكرة هتشوفوه إن شاء الله مع الكابتن محمود الخطيب. تحية كبيرة جدا جدا بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن خلال طبعا هذه الإحتفالية الأكثر من رائعة.